السلام عليكم ورحمة الله أجراس الكتب تقدم لكم قصص القرآن الكريم القصة التاسعة قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه يقرأها عليكم هشام سحيل عرف المجتمع العربي في الجزيرة العربية أبناء لا يعرف آباؤهم لأنهم فقدوهم إذ تاهوا أو أسروا في الغزو وكان العرف الشائع والعادة السائدة أنذاك أن يضم الرجل إليه من بين هؤلاء الأبناء فيتبناها ويدعوه ابنه ويلحقه بنسبه ويرث الواحد منهم الآخر كما عرف المجتمع نفسه أيضا أبناء يعرف آباؤهم إلا أن هؤلاء الأبناء وقعوا في أسر قبائل أخرى خلال الغارات والحروب التي كانت تندلع بين القبائل العربية لأسباب كثيرة وكان الرجل أيضا يأخذ من هؤلاء الأبناء من يعجبه فيدعوه ابنه ويلحقه بنسبه ويرث الواحد منهم الآخر ولم يكن في هذا الأمر أي غضاظة نقيصة أو عيب وفي إحدى الغارات التي شاعت في العصر الجاهلي سبي الصبي زيد بن حارثة الكلبي فاشتراه حكيم بن حزام ولما رأته عمته خديجة أعجبها فوهبه لها ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له وكان زيد في الثامنة أما حارثة والد زيد فقد أحزنه سبي ولده وهاله فراح يبحث عنه في كل مكان إلى أن عرف أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه صوى بيته يريد ابنه ولما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عبد المطالب يا ابن سيد قومه أنتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون الجائع وقد جئتك في ابني فأحسن إلي فداءه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرقة قلب الأب على ولده ولكنه أحب أن يخير الصبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا زيدا إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك فقال زيد بل أقيم عندك فقال أبوه أتختار العبودية على أبيك وأمك وبلدك وقومك فقال زيد ما كنت لأفارق هذا الرجل فقد رأيت منه خيرا عظيما ومعروفا كبيرا ولما سمع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أعتقه وتبناه وكان ذلك قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى حيث يجتمع الملأ من قريش يصحبهما والد زيد وقال اشهدوا أن هذا ابني وارثا وموروثا فطابت نفس أبيه بهذا الكلام وعلم أن ابنه في عز ومنعه بجوار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك اليوم دعي الصبي زيد بن محمد كما كان العرف سائدا أنذاك عاش زيد رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معززا مكرما يجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عطف ورعاية يرعاه بحنو ويغرس فيه أخلاقا فيها الكمال والعزة والرفعة بل فيها كل ما يبلغ بالمرء مراتب الفضل ولا غروة في ذلك فزيد في بيت الأمين صلى الله عليه وسلم ويكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دين الله الإسلام فيجد من قومه صدودا عن دعوته وانصرافا بل محاربة لها ولكن زيدا يكون من السابقين إلى الإسلام فقد كان أول من أسلم بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأول من أسلم من الموالي وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد مكانته بين المسلمين لذا لس غريبا أن يواخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زيد مولاه وعمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين هاجر إلى المدينة وآخى بين المسلمين كانت الأيام تمر وزيد يتخلق بأخلاق الإسلام ولا عجب في ذلك فهو يقيم في بيت النبوة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخذه قدوة له في كل شيء وبمرور السنوات يبلغ زيد مبلغ الرجال فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوقت قد حان ليجد له زوجة صالحة وبعد تفكير يرى رسول الله أن خير زوجة تلق بهذا الشاب المؤمن هي زينب بنت عمته رضي الله عنها فاختارها له ولكن زينب وأخاها كره أن تزف شريفة إلى أحد الموالي فقد كانت زينب رضي الله عنها ذات نسب وحسب فانطلقا إلى رسول الله وحدثاه في أمر هذا الزواج فأخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانة زيد عنده وعن منزلته التي تبوأها لسمح أخلاقه وحسن بلائه في الدفاع عن دين الله وقد أراد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج أن يفهم المسلمون أن أكرم الناس عند الله أكثرهم تقا ومرعا وأن الإسلام جاءه ليزيل الفوارق الطبقية بين الناس ويضع معيارا جديدا يتفاضلون به وهو التقوى وقد دفع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسياع إلى أمر الوحي زينب وأخاها إلى قبول طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تزويج زينب من زيد بن حارثة طاعة لله وامتثالا لأمره وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى إذا قضى الله ورسوله أمرى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعس الله ورسوله فقد ظل ظلانا مبينا صورة الأحزاب الآية السادسة والثلاثون فقالت زينب وأخوها رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه وساق عنه إليها مهرها خطى الإسلام بالمجتمع خطوة نحو تنظيم روابطها الأسرية والاجتماعية لتكون صريحة واضحة فأبطل عادة التبني وأعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي فالولد يجب أن ينسب لأبيه لا إلى أحد سواه وهذه هي الفطرة والطبيعة السليمة وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقصت وينذى الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وبواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صورة الأحزاب الآيتين الرابعة والخامسة وما من شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج زيدا من زينب لهدف يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكمة قدرها الله تعالى وهيئ أسبابها والحكمة الظاهرة من هذا الأمر هي أن يعرف المسلمون أن رابطة الدين أقوى من روابط المجتمع وفوارقه الطبقية وأقوى من أحسابهم التي كانت دائما مثار افتخارهم فأكرموا الناس عند الله أتقاههم وأشدهم صلة بالله أبطل الإسلام التبني الذي كان عرفا راسخا في حياة العرب ونسب الأبناء إلى آبائهم وأول من دعي إلى أبيه زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد قبل أن يلغى نظام التبني ولكن إبطال نظام التبني شيء وإزالة آثاره شيء آخر وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أن يحمل بنفسه مهمة إزالة آثار نظام التبني وأي آثار أشد وقعا في ذلك المجتمع من أن يتزوج المرء زوجة من تبنى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قد نصح زيدا بأن يمسك عنده زوجته وأن لا يطلقها وهو الصحابي الذي أكرمه الله بالإسلام وبصحبة نبيه الذي أعتقه ورباه وأحبه على الرغم من أنه قد أخبر وحيا صلى الله عليه وسلم بما سيصير من طلاقهما وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله سورة الأحزاب الآية السابعة والثلاثون وظل هذا الوحي الإلهي يطي صدره صلى الله عليه وسلم لا يطع الناس بشأنه ولم يكن أمرا من الله بإبدائه بعد ولو كان كذلك لأعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ فما كان صلى الله عليه وسلم يخشى في أوامر الله لوم تلائم وقضى الله أن يصدر مثال ترك هذه العادة ونبل هذه القاعدة من صميم بيت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الأمر من الله بعد أن طلق زيد زوجته زينب أن يتزوجها صلى الله عليه وسلم وذلك تحطيم عملي لأعراف القوم وتقاليدهم فهم لا يقرون أن يتزوج المرء من زوجة متبناه إنه العرف الذي كان طاغيا على حياة العرب أنذاك وأي خروج عنه انتهاك لقوانينهم وعاداتهم وأعرافهم قدر الله أن يطلق زيد زينب فطلقها ولم يعرف أي منهما أن زينب ستكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تعارف عليه القوم من أعراف سائدة لا تجيز للمرء أن يتزوج مطلقة متبناه ولكن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب ليقر قاعدة جديدة في المجتمع ويرسخها وهي أنه يحل للمرء أن يتزوج مطلقة متبناه وبهذا يلغى التبني تماما ولم يكن ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وهو يعلم علم اليقين أن الله مبديه إلا ما ألهمه الله أنه سيفعله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى سورة الأحزاب الآية السابعة والثلاثون وبعد أن طلق زيد زينب وانقذت عدتها زوج الله النبي صلى الله عليه وسلم زينب وكان أمر الله أمرا نافذا واقعا لا يستطيع أحد أن يحيد عنه أو يخالفه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالك إلا يكون على المؤمنين حرج زوجناك هالك إلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا سورة الأحزاب الآية السابعة والثلاثون تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها الذي كانت تفخر على أزواج النبي فتقول لهن زوجكن أولياءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وبزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب أبطل الإسلام نظام التبني وعطل العرفة الذي كان يمنع المرأة من أن يتزوج من مطلقة متبناه قبل نسخ التبني اشتركوا في القناة